أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسد لي أمري وحلوا لأقدة من لساني ومن قولي إن شاء الله قبل أن نبدأ طلب عني أحد الإخوة وهم في الحقيقة في كرب شديد نسأل الله عن يفرج كربهم طلب مني أن ندعو له إن شاء الله أدعو وتؤمنه فقد مات ولداه هو في السعودية مات ولداه في وقت وحيد ربما يكون حادثا لم أريد أن نفقل عليه في السؤال لكن هذا أشد ما يبتلى به الإنسان في حياته أن يموت ولده في حياته نسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يرحم من مات وحفظنا اسمه فؤاد سهلي وأولاده وتين ثلاثة عشر عاما وأصيل تسعة عوام فنسأل الله أن يهون عليهم ما هم فيه إن شاء الله ندعو كما علمنا سيدنا رسول الله وبحول الله طبعا الولد الذي لم يبدو سن الحلم فهو ليس مسؤولا وليس محاسبا بل هو سبب بإذن الله في أن يأخذ يد أبويه إلى الجنة ففي كل بلاء وفي كل كرب هناك أيضا خير يكمن ولكنه لمن يصبر لما مات ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولدهم إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون فالحزن يعني هذا شعور بشري لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه بالكلية لكن أن يكون رد الفعلي الصبر عند الصدمة الأولى أن يسترجع الإنسان كما علمنا سيدنا رسول الله فنتعو دعاءا يسيرا المهم هو الإخلاص في الدعاء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم نسأله سبحانه بأسمائك الحسنى وصفاته العلع اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلع يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين نسألك أن ترحم أولادا مرحمة واسعة وأن تسكن هما فسيح الجنان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اجعلهما سببا في دخول أبويهم الجنة اللهم عوضهما خيرا يا أرحم الراحمين اللهم إنهما صبر على فراق أبنائهما في الدنيا فعوضهما خيرا في الجنان يا أرحم الراحمين ارزقهما الجنة يا رب العالمين واجعلهم جميعا يلتقون ويجتمعون في صحبة النبي الأمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونصد ونسبم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعون إن شاء الله تعالى فقط يعني تعليق بسيط على خطبة الجمعة اليوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Today in خطبة الجمعة we were talking about the sunnah of Rasul الله صلى الله عليه وسلم and alhamdulillah we've dedicated the whole month to talk about the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Last week we talked about the importance of knowing the Prophet صلى الله عليه وسلم in order to follow him with the purpose of following the Prophet صلى الله عليه وسلم and practicing his sunnah in our day-to-day life and today we talked also about the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and how to be with him in paradise which should be actually our utmost goal as to be in the companionship of Rasulullah in the paradise and we've counted some of the steps and some of the practices if we do in this life we will be inshallah granted this high status in the paradise دَكَرْنَ عَلَى سَبْلٍ مِّثَالٍ قَوْلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَكَافِرْ أَلْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَانْتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِسْبَعِهِ السَّبَّابَةَ وَالُّسْطَى so whoever sponsors provides for an orphan give them the money taking care of them looking after them Allah سبحانه وتعالى will give him this high status in paradise with the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and we also said it's all about the to obey the Prophet صلى الله عليه وسلم and we could say actually it's an option to practice some of the sunnah like for example the Torah guys and pray after Salat al-Faridu Salat al-Sunnah it's an option to do it technically it's an option but when it comes to the whole sunnah it's a must to accept and to admit the whole sunnah we accept and we know and we believe that whatever the Prophet صلى الله عليه وسلم says or does is a revelation from Allah سبحانه وتعالى but you have the option whether to do some of the sunnah or to leave it but if you look at it from the perspective of the benefit itself it has a tremendous benefit these two rak'az that takes a couple of minutes after Salat have you ever thought about the benefit of these two rak'az قال الله تعالى في الحديث الخدسي الذي يرهيه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة the first question you will be asked about you will be here on the day of judgment is your Salat, your prayer and at a point in time we all actually have shortcomings in our Salat on a certain levels at a certain degrees some people might quit some Salat some people might leave some Salat some people may pray but they don't focus exactly in their Salat they get distracted and they don't have the full khushua فيقول الله بالحديث القدسي انظروا ألي عبدي من نوافق الله سبحانه وتعالى will say to the angels look and try to find some of the extra prayers Salat السنة the voluntary prayer see if my servant if my slave has some extra Salat Salat السنة it will bridge the gap and it will fix the problem we have in our فريض so when we leave Salat السنة just because it's an optional we lose a lot and when we do our Salat السنة before Salat al-Fajr in two rakaz and two rakaz before Salat al-Fajr or four rakaz two rakaz after Salat al-Dhur two rakaz after Salat al-Maghrib and two after Salat al-Ishah if you do this constantly every day you have a lot of glad tidings the Prophet salallahu alayhi wa sallam promised that you will have a house in paradise if you will have a house in paradise so on the day of judgment you will be going to live in this house so it's kind of the meaning of you will be in paradise because of these twelve rakaz of Salat al-Sunnah you pray every day so don't ever underestimate or feel it's heavy pray Salat al-Sunnah it has a lot of benefits it will fix the problems and the shortcomings we have in our Salat al-Fajr and you will also be having a house built in the paradise because of this Salat al-Sunnah as the Prophet salallahu alayhi wa sallam promised وَقَالَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمْ وَلَا أَدَلْ عَلَى وَجُوبِ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَتَمْ من هذه الآية القرآني أضل إلى ذلك وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ في كل الأحوال كما ذكرنا في خطبة الجمعة كل أمر بطاعة الله تعالى في القرآن جاء مقرونا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم Every time you find a verse, a statement in the Qur'an says obey Allah right after it you would find and the messenger and obey the messenger and obey his messenger so this means that we have to follow the Prophet صلى الله عليه وسلم because he was the one who received the revelation from Allah and then teach us how to worship Allah subhanahu wa ta'ala the one who created us the one who provides for us so Allah subhanahu wa ta'ala said وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا whatever the Prophet whatever the messenger gave you take it take it the meaning is practice it practice it apply it وَمَا آتَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَبْهُ and whatever the messenger of Allah forbids you from doing something leave it وَذَكَرْنَا أَيْضٌ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهُ كَمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَوَضْحٌ everything the Prophet صلى الله عليه وسلم says it's haram in his sunnah in the hadith of Rasulullah it is exactly and equal to what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran it's haram because both Quran and sunnah are a revelation from Allah there are some difference of course القرآن تعبتهم بتلاوتهم يعني بكل حرف تقرأهم حسنا القرآن كلام الله تعالى في النص في نص القرآن الكريم وفي المعنى أما الحديث النبوي فالمعنى من عند الله وحيا واللفظ التعبير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ ثوابا وأجرا على مدارسة حديث النبي لكن لا تأخذ على كل حرف من الحديث حسنا فالقرآن له خصوصيات كثيرة لأنه كلام رب العزم أما من حيث والأوامر والنواهي والوحب فكلاهما كما قال سيدنا رسول الله اوتيتوا الكتاب يعني القرآن ومثله معه we are requested to follow the Prophet صلى الله عليه وسلم and to fulfill his commandments and to believe whatever he forbids us he prevented us from this is the way how we worship الله and how we express our love to الله سبحانه وتعالى الله created us provides for us gives us everything taking care of us every single day even our bodies works without our permission the air we breathe around us we have no control about it we have no control over it it's all by the permission of الله سبحانه وتعالى we taste the food we eat the food we like the food once we swallow the food we don't know what happens inside scientifically we know we could know the process but we cannot control it who takes care of that الله سبحانه وتعالى so every moment every blink of an eye every breathe every breath we take inhale and exhale it's all by the permission of الله سبحانه وتعالى and everything الله سبحانه وتعالى has given us he is able to take it in a blink of an eye so we should show gratitude to الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى himself says if you love me he says to the prophet صلى الله عليه وسلم to let us know قل إن كنتم تحبون الله if you love الله we do how should we express this love and this gratitude فاتبعوني يحبلكم الله the only way to gain the love of الله the sitr of الله العافية السطر الحفر الرزق فاتبعوني يحببكم الله الله will love you when you follow the prophet صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك ما جاء في الحديث أو قد سيئي أيضا ولا يزال عبدي الأول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه the thing that Allah سبحانه وتعالى loves the most is to fulfill and to perform your فرائل صلاة الفريضة and this is the thing that will draw you close to Allah سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه the more you perform نوافل the more you pray صلاة السنة the more you follow the sunnah of Rasulullah the more you gain the love of Allah ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه what is the outcome when Allah loves you فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا الحديث القدسية دائما تمسر قلوب وكيف لا وهي كلام رب العزة سبحانه وتعالى is Allah loves you and it is not a secret Allah gives us the way and he tells us how to gain this love and how to maintain the love of Allah فاتبعوني يحببكم الله فأولو the Prophet صلى الله عليه وسلم and you will maintain the love of Allah what's after is Allah will guide your hearing your seeing your walking your hand so you don't make mistakes and commit sense by looking at haram or hearing listening to haram or walking towards haram Allah will protect all of your limbs and on top of that your dua will be mustajab whatever you ask Allah سبحانه وتعالى for he will answer وَلَئِن سألني إذا أعطينا and when you seek refuge in Allah from the devil from any evil thing Allah will protect you وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّ all of these things comes and we have it when we follow the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم so obeying the Prophet صلى الله عليه وسلم is a must it's not an option some of the sunnah we practice it's an option so the whole sunnah it's a must and we have to accept it we cannot reject it anyway in any way shape or form we have to accept it this is part of our deen two sources of revelation Al-Quran and Al-Sunnah we cannot reject any of them because both are from Allah in different ways but when it comes to practice the Prophet صلى الله عليه وسلم gives you like an option an option in some of the sunnah whether to practice and this way you will get rewards or to leave and you lose a lot as we mentioned that this will actually handle our problems and fix the shortcomings we have in our salah and in so many things this is actually the message I wanted to deliver in just a couple of minutes is to follow the Prophet صلى الله عليه وسلم even if we have the luxury to practice some of the sunnah or to leave it we still have and we should and we must accept the sunnah at all all of the sunnah we accept it because this is a revelation from Allah and when it comes to practice I recommend that everyone including myself do your best to fulfill and to perform sunnah because it will actually fix and substitute any of the problems and any of the shortcomings we have in our mandatory actions or obligatory prayers نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتبعون الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل أقول بطولي هذا وأستغر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته